إذن يتواصل الجدل الحاصل بعد تكريم النجم المصري محمد رمضان في لبنان وآخر المستجدات قيام المركز التقافي الدولي الألماني بسحب الدكتورة الفخرية منه وفق بيان نشره المركز يعتذر فيه من الشعب المصري حكومة وجيشا معلنا أن السبب هو إطلاع المركز على حادثة الطيار المصري الذي تسبب محمد رمضان في فصله من العمل ورفض إعطائه مبلغ التعويض المادي الذي حاصل عليه من المحكمة بالإضافة إلى ظهور محمد رمضان مع ممثل من الكيان الصهيوني في حين كان أول رد من طرف محمد رمضان نشره صورة لأصغر معجباته وأخرى رفقة ابنه وهما ينزلان من طيارة رمضان الخاصة بالإضافة إلى فيديو آخر حفلاته بالساحل الشمالي